الحين الوضع أسوأ ولكن تعلمنا شوية وقتها المشكلة كانت ولو أن العداد شوية أقل لكن وقتها المشكلة كانت أنه كان كل شيء مفاجأ يعني ما كان عندنا الاستعداد اللي عندنا الحين فاللي صار يعني الشيء هذا ما رح أنساء أبدا يعني ذكرني بالغزوة أنا كنت طفل بالغزوة ذكر والحين هذه الأشياء اللي مريت فيها ما رح أنساء يعني كنت نروح الآن طبيب غدت صماء وسكر وحن شغلنا كله بالعيادة نحن نقعد بالعيادة نأخذ التاريخ المرضي ونكتب ونسجل وصفات ونمشي يعني تغيير كبير في اللي كنت أسوي وقتها يعني أن أروح المستشفى أكثر من مرة باليوم كنا ندخل المستشفى الميداني اللي نبنى يم مستشفى العدان كان يسمونها الخيمة كنا ندخل الخيمة هذه نزيل في عز الحر وملابس الوقاية ونمشي مريض مريض يعني فوق الثلاثين مريض أنت توصل لنهاية الخيمة يكون أنت اللي بديت فيهم وايد منهم اتلعوا واللي راح البيت اللي دخل المستشفى واللي راح مكان ثاني ويو غيرهم يعني ما تخلص أنت الدور ثلاثين سرير وترجع مرة ثانية من البداية والدور وهكذا أنت طول الوقت هذا شغلك طبعا مع فريق كامل طبعا كانوا ويان هذا بس اللي حالتهم مستقرة أنه بس يحتاج أكسجين بعدين داخل عندك الحوادث الناس اللي مقادرة تنفس اللي ويها قاعد يصير أزرق قاعد يفقد الأكسجين وش نسوي نزيد على الأكسجين نزيد عليه نزيد عليه من يوصل أعلى حد نقدر نوصل ليلة نقوله نام على بطنك لا تتحرك لا تيمشي نام على بطنك وصل مرحلة خلاص ما يقدر ناد العنان المركزة نبوب تنفس الصناعة ويصعد العنان المركزة يعني هذا كان يوميا اللي قاعد يصير يعني واللي قاعد يصير إلى الآن يشكل الضغط نفسي ضغط نفسي على الجميع طبعا أهالي المرضى مساكين يوقفون برة يبون يتشوفون أهاليهم يبون يطمنوا عليهم ما يقدرون لأن أنت في مكان عزل في مكان شذي خوف خوف شديد من قبل المريض ومن قبل أهل المريض يعني جزء مننا أن أهل المريض يعني خايفين على المريض وخايفين على نفسهم أنهم مخالطين يعني أهم باشر ممكن يصير فيه نفس الشي يشوفون اللي حوالني يشوفوا واحد واحد تعبان قاعد يروح العنان المركزة وابوهم يعني يمكن شوية حالتها مستقرة لكن يخافون أن هذا رح يكون مصيرا فكان جدا الوضع مخيف حق الجميع